شدد معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية البحريني على أن قطر تشكل خطرا على أمن دول مجلس التعاون من خلال استمرارها في سياستها المتفردة وتبنيها وإيوائها عناصر متطرفة وإرهابية مشيرا إلى أن قطر مستمرة في التدخل في الشأن الداخلي البحريني وتتجسس على أجهزتها الأمنية والعسكرية ما يهدد أمنها الوطني وأضف معالي وزير الداخلية في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن قطر استمرت في تجنيس عائلات بحرينية ما يؤثر على أمن البحرين الاجتماعي ومنعت تصدير الغاز إلى المنامة ما اضطرها إلى التعاقد مع روسيا لاستيراده وعن التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي البحريني قال وزير الداخلية أن أهم أشكال التدخل الإيراني في شؤون بلاده هو تصدير الفكر المتطرف وتهريب الأسلحة والمتفجرات وتدريب أشخاص بحرينيين على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمهارات الميدانية ولا فتا إلى أن إيران تركز في الفترة الأخيرة على نقل تكنولوجيا صناعة المتفجرات لدعم الإرهاب بالبحرين كما أن التعليمات وإدارة العمليات الإرهابية تأتي من أشخاص فارين ومتواجدين في إيران مشيرا إلى أن بلاده عززت القدرات الأمنية في مختلف النواحي لمواجهة مثل هذه التحديات وأشدد معاليه على أنه رغم التحديات الأمنية التي تمر بها المنطقة إلا أن الوضع الأمنية في البحرين بشكل عام آمن ومستقر بفضل قيادة وحكمة جلالة الملك المفدى وجهود الحكومة الموقرة وما بذله رجال الأمن من تضحيات الجسام وما أبداه المواطنون والمقيمون من وعي وتعاون لحفظ الأمن وأكد معاليه أن البحرين اليوم بقيادة جلالة الملك المفدى رعاه الله الذي مد يده للجميع وضرب المثل الأعلى في الصفح والعفو والمشروع الإصلاحي يمثل عنوان النهوض والتقدم وبوابة المستقبل نحو الرخاء والازدهار ولتظل سياسة الانفتاح نهجا واضحا مشيرا معاليه لأن البحرين من خلال الصبر والحكمة كشفت الكثير من الأمور التي أصبحت أكثر وضوحا وأظهرت على السطح نواية المتأمرين التي تم التعامل معها معتبرا معاليا أن أي انتماءات أو ولاءات أخرى غير وطنية سيتم التعامل معها وفق القانون ومن خلال التشريعات التي تكفل لنا بناء الصف الوطني المتماسك والراسخ بقيادة جلالة الملك المفدى ترجمة نانسي قنقر